بسكرة مصدرا لأجوض طمور لكن تهيئة المنطقة بات يهدد وحتى النخيل أن ضرب تسحر مساحات شاسعة منها يقول على الإرحال منطقة المكتوفة ببلدية طولغا وليتة بسكرة باتت مهددة بتسحر أراضيها رغم أنها تعد مصدرا لأجوض طمور بالمنطقة فبعد أن تحولت مساحات كبيرة إلى أراضي بور تصارع واحات أخرى من أجل البقع بسبب نقص مياه الشرم التي يعتمد في استخراجها على محركات التي تعمل بمدى الموزوت لأن المنطقة تشكو غياب الكهرباء نعاني من قضية تري سيتي وراء مشكل كبير في المنطقة هذه ونخلنا مات وضع رأنا ملقنا كيف نفعل حقيقة سنسامح في هذه الفلاحة إذا وصلنا إلى الدرجة ونستطيع أن نسيرها هي منطقة فلاحية بامتياز خاصة إذا تعلق الأمر بغلاسة النخيل لكن غياب التشهيئة والكهرباء كان سببا في تردي مردودها منطقة هذه يعني منطقة ممتازة للاستثمار ممتازة للنوعية تعتمر منطقة هذه تقريبا دركة راهي هذه خاصة المشروع هذا تعلق الكهرباء الفلاحية هذا لما استفدنا منه تستفيد منه على الأقل أربع لاف على الأقل أربع لاف لأخلاء ورغم هذا الوقع تبقى مبادرة على قلتها تتحدى هذا الوقع وحولت مساحات كبيرة إلى جنة خضراء ترجمة نانسي قنقر